اخير حاجة بقى ان احنا نبتدي نرسم الفرشة هنا طبعا هنا مفيش مشاكل هنحوض كده بمص متر القرصانة المسلحة وبعد كده ربع متر او زي ما هنكون بقى زي ما هنجيبها من هنا اللي هي من الامباريكال دايمانشان هنحوض بيها البرم هنا بقى هنلاقي ان الفرشة شكلها هتلاقي فيها الكسرات كده الكسرات دي نتيجة ايه? انا الفرشة باجي من الخط اللي برى دا اللي هو جهة التراب وبطلع من هنا مسافة اربعة على N 9H ومن نفس الخط ادخل جوا 2 على 9H طب هي H اللي هي مين? H dей بتتغير يعني عند النقطة دي H اللي هو ارتفاع الحيطة عند النقطة دي احنا قلنا النقطة دي ايه الجزء دا للخط دا اللي موصل من البانك لغاية البرم ببقى عند النقطة دي البانك انا لو طلعت هنا ال H هي المسافة من هنا من عند البنك اللي هي منسوب ثمانية لغاية فين مش لغاية البد لغاية منسوب التأسيس ما هدي برضو الول دي تحتيها الفرشة بس مش باينة مرضو ما في التراب فيبقى منسوب التأسيس اللي هو هنا عندي تلاتة ماشي اللي هو حبقى بنزل بيه بعد كده اللي هي ايه واي سكاور تحت البد هو ده منسوب التأسيس يبقى اتش ون عندي هي التمانية البنك نقص التلاتة اتش اتش اتنين اللي هي هنا عند الجزء ده هطة الجزء دهleye من 7 نقص 3 اللي هي فين هنا اتش اتنين يا هن وهن هنا بقى عند الادمة الاتش بتلاتة بتاعتها اللي هي من فين هتبقى من وش الادمة اللي هي منصوبها اربعة لغاية منسب التأسيس برضو اللي هو تلاتة يبقى اتش تلاتة اللي هي من اربعة لغاية تلاتة صح كنا يبقى انا المفروض هنا حتة قلي متنسوب فين ب trad구 تسعة اتش ون وهو دي تسعين اتش ون هنا برضو اربعة على تسعة اتشي اتنين وهنا اربعة على تسعة اربعة على تسعة اتشي تلاتة وابتدي اوصل بقى النقط دي ببعض كده رحيطلع لي بالتالي الفرشة شكلها فيها الكسرات اللي هي مرسومة دي وهنا اكبر حاجة اللي هي اتنين على تسعة اتشي اون امشي بيها تحوط بيها القعدة كلها هنا نفس الكلام اتشي اون لهنا اتشي اون هنا هي نفسها اتشي اون هنا واتشي اتنين هي نفسها اللي في الداونسترين وبالتالي هيطلع الشكل بتاع القعدة هجبوا المنظر ده كده في هنا بقى الويب اللي هو العصب اللي هو الكاونتر فورد يترسم قدام كل ايه قدام كل جردر كاونتر فورد الكلام ده لو انا اسقطه هنا في الداونسترين النهاية بتاعت القعدة هنا لازم تكون هي النهاية طبعا دي وبعدين حرس بقى ايه العصب بتاعي وبقى كده ايه الشكل خلص اشتركوا في القناة